مرة أخرى أهلا بكم إلى التفاصيل كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي كافة الأجهزة المعنية ببذل العناية الواجبة للقضاء على ظاهرة التحرش وعدم استماح بحدوثها على أي نطاق حتى وإن كان فرديا منوها إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع بجانب الأجهزة الأمنية بما في ذلك المجتمع ذاته وصرح السفير إيهاب بدوية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس قد كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزرية يشارك فيها الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار تلك الظاهرة وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها تساهم فيها مؤسساتنا التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى بما فيها المجتمع المدني وفي ذات السياق زار الرئيس عبد الفتاح السيسي ضحية التحرش الجماعي بمستشفى الحلمي العسكري وتعهد لها بأن حقها سيعود معربا في الوقت ذاته عن أسفه الشديد لما لحق بها من أذن خلال الاحتفال بتنصيبه رئيسا بميدان التحرير الأحد الماضي واستنكر السيسي في حديثه للضحية ما حدث لها من اعتداء مشيرا إلى تحمل الإعلام والشرطة والقضاء مسؤولية ما حدث مشددا على أن الدولة لن تسمح بتكرار مثل هذه الواقعة